بعدما يقارب العامين على تحرير بعض المحافظات لا يزال القضاء هو الغائب الأبرز في المشهد عامان من انعدام الأمن والقانون كان أشبه بمرحلة ثانية من الحرب التي عيشها اليمنيون منذ قرابة الثلاثة أعوام وإذا كان الأمن يتجه نحو التحسن في بعض هذه المحافظات فإن القضاء بقي غائبا فيما تصبح الحاجة إليه أكثر الحاحن في ظل الانتهاكات غير القانونية الصادرة عن بعض الجهات الأمنية تحت داع الحفاظ على الأمن في بعض الأحيان خلال اليومين الماضيين كانت هناك تحركات واسعة من قبل مسؤولي الجهاز في إشارة لمساعي وجهود إعادة تفعيله ففيما كان وزير العدل يؤكد على ضرورة تطبيع العمل في المحاكم والنيابات وسرعة إنجاز القضايا العامة وتفعيل المحاكم بكفة أعمالها كان رئيس مجلس القضاء الأعلى ينفذ زيارة ميدانية لعدد من المحاكم الابتدائية والاستئنافية في عدن مشيرا لأنه تم إنجاز الكثير من الأعمال القضائية خلال الفترة الماضية وأن هناك جهودا مكثفة تعمل على انتشار القضاء من ركام الحرب وإعادة تفعيل السلطة القضائية بشكل كامل في الرياض كان الرئيس هادي يستقبل رئيس المحكمة العليا والنائب العام كل على حدة حثنيهما على استعادة نشاط المؤسسات القضائية واستئناف أعمالها الضرورية وسرعة إنجاز قضايا المواطنين المؤسسة القضائية التي كانت إحدى أكثر المؤسسات استهدافا من قبل السلطة الميليشيا وأكثرها تأثرا بهذه الحرب ستكون على موعد مع إعادة تفعيل دورها في المناطق المحررة بعد أن ضلت على هامش الأحداث طوال الفترة الماضية وهو الأمر الذي انعكس على حياة المواطنين وسمح بانتشار مظاهر الاختلالات وتزايد الانتهاكات خارج سلطة القانون